رغم أن أراد أن يسعد في الحياة فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز يحل كل مشاكله يصلي على النبي اللي عايز يقضى دينه يصلي على النبي اللي عنده مشكلة ببيته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي تنفرج بها الكرة جميع سيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيقعد يدي وبيتكلم مع ربنا فقال له يا رسول الله احنا لا نملك دندنك مش عارفين نقول اللي انت بتقوله إحنا لا نملك دندنك ولا نستطيع أن نكون مدخول قال ماذا تكون قالوا أن نسأل الله الجنة ونعوذ بيب النهار ألحق لها ندندن وبناء عليها بالقياس جميع الصلاوات على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة صحيح قالوا الصلاة الإبراهيمية يعني هي من الحاجات الجميلة الرائعة لكن أنا مش حفظها يبقى جميع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة يكفي أن نيتك أنك بتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم أم صلي وسلم ومبارك على سيدنا وحنة ربنا يبارك في حردك يا دكتور رابط لما نيجي نرجع لموضوع درجات الإيمان وقلنا درجات الإيمان هي درجات استحضار الإيمان لكن كده كده إحنا مصدقين نعم كل ما استحضرنا ربنا في قلبنا بيزداد اليقين نعم واليقين قالوا هو خليط ما بين التسليم والثقة بالله نعم فعايزين نشرح الفرقات دي يا دكتور رابط بين اليقين والإيمان واليقين قالوا أنه هو التسليم مع الثقة والمجموعة دي هي بزرتها الإيمان تمام فالفرقات ايه؟ هو الإيمان هو علم اليقين الإيمان هو علم اليقين علشان أنا بالإيمان ده حصل لليقين أنا عندي إيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرحني أبيها يا بلال عن الصلاة مثاله عشان نقرب وجهات النظر النبي صلى الله عليه وسلم لكان بيشق عليه أم فبينادي على بلال يقول له أرحني بها يبقى أنا كده خدت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أني لما أدخل في الصلاة حرتاح أنا عندي يقين واللي عندي علم عندي ايمان لسه مصلتش اليقين عندي ايمان باللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله فانا بقى عايزة ادخل اليقين فعندي امر عارض ومدايقني وتعبني ونفسيا قلقني كل شوية فحافعل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل وانا دخل بقى باليقين فحبد استحضر النية واصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمني صلوا كما رأيتمون صلي وابدأ بقى الله اكبر واطرح كل الدنيا خلف ظهري واستحضر عظمة الله وأجد الكعبة نصب عيني وأجد القلب ساجد تحت العرش والقشعريرة تملأ بدني بالقرب من الله ودنو الملائكة وابدأ أقرأ في القرآن واسمع صوت الله سبحانه وتعالى وانتهي من الصلاة وقد ارتاح هذا الفؤاد دخلت لليقين لإني عملت للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبح من الإيمان أصبح يقين الحاجة التانية عندنا مثال رائع في القرآن سيدنا زكريا لما دع ربنا كان عنده يقين ولا كان عنده إيمان كان عنده إيمان أن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء لما شاف ستنا مريم كلما دقل علي فقال له يا رب هبلي من لدن أنا عايز غلام وأنا بلغت من الكبر وأمرأتي عاقر ربنا قال له إيه ذلك أهل هين علينا هين هبشره فانتقل من الإيمان لليقين إحنا كمان في أسرة البرنامج حضرتك دلوقتي على إيمان إننا جاي إن شاء الله للبرنامج والجماعة السادة المصورين الجمال والمخرج العظيم بتاعنا ده مجرد ما عادنا وبدأت الحالة بقى يقين فهو قالوا إن الإيمان هو علم اليقين هو علم اليقين